الشخص لازم يكون بيكمل عمله كامل على وجه التحديد ولازم يعلمه انه ما يكونش اتكالي على حد لانه هو الحياة خلاص معدش الحياة بتاعت زمانة الحلوة البسيطة الجارية لا في دلوقتي جد في العمل الموظف اللي اتكالي هذا من احد العوائق اللي هي تخفض الكفاءة في العمل لانه عندما يكون فيه موظف اتكالي يعني انه بيوزع الاعباء اللي مفروض هو يعملها على موظف اخر اللي هو مفترض ايضا يكون عنده اعباء ينفلها فبالتالي انت اصبح عندك موظف هو اللي بينجز وينجز بشكل مضاعف عندك موظف اخر ما ينجز فبالتالي اول المؤسسة اللي بيكون فيها هنوعية من الموظفين حتما ما هتفشل صراحة ياخي الشغلة اللي عليه ويسوي اللي عليه ويقدل اللي عليه عسب يعني يكون يقدل اللي عليه وخلاص يعني يخذ حقه اما نحن نسوي اللي عليه نحن بعد عدنا مهام عنده مهام ليش عقو مهام علينا امرق من الموظفين السلبين وفيه الايجابيين فيه موظفين بيكون اتكاليين وفيه موظفين بيخلصوا بعملهم اول مرة تانية مرة ممكن يغد النظر لواحد او في ظروف معينة بيغدوا النظر واحد بس بعدين عطول بيخذها عادي بتصير سيء او بحط الله حد انه بقلهم وعندي انا مسؤولية تانية كمان لانه عدم القيام بالعمل المناطفي بالوقت المناسب دون عذار دون اي اسباب انت عندك ساعات عمل معينة يجب الالتزام بها فطبعا ايضا رح تشجع الموظفين الاخرين انه يقول لك والله ليش فلان ما بيسوي عمل وانا بسوي عمل اكثر وبالتالي يصير فيه عدم تنظيف نفس المنشأ يصير فيه الناس تشتغل وناس ما تشتغل خلينا نكون صراحين مع بعض المنظومة لازم تكون منظومة متكاملة اذا اي جزء من المنظومة هذه غير يعني غير كفو يبنى حكي السمامة على كل المنظومة اشتركوا في القناة